أكد عدد من المواطنين من مختلف المحافظات لتلفزيون المصري أن ما تشهده شبه جزيرة سيناء هو من تعمير يعد أمرا غير مسبوك نشكر رسالة الرئيس عبدالفتاح السيسي على المجهود الكبير بالنسبة من مدارة حياة كريمة والنسبة للمبنى التكنولوجيا ومبنى خدمة المواطنين المبنى بالنسبة لأننا نحن روح كبيرة وبيخدمنا لأننا كان زمان وكان من فترة كبيرة خالص نروح لأنطرة 40 كيلو 50 كيلو 100 كيلو تماما عشان نعمل بطاقة وسجل مدني أو شرع كاري أو 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 فالمبنى ده وفر علينا كتير وبنشكر رسالة عبدالفتاح السيسي على المجهود البيئة اللي عملوا لنا ومبنى زراع عمل لنا وصرف وكهرباء وطرق جديدة فبنشكر رسالة الرئيس على هذا المجهود الكبير العمل لنا وألف شكر رسالة الرئيس نحن بنشكر رسالة الرئيس عبدالفتاح السيسي على مبادرة حياة كريمة اللي هي أحيت أهل شمال سيناء ووسط سيناء من حياة ما كانش عايشين بالحياة النهاردة أصبح عندهم كل حاجة كل حاجة متوردة عندنا ما كانش عندنا نت كان عندنا شعندها صرف صحي ما كانش عندنا كهرباء ما كانش عندنا أسفل النهاردة نفج تحيا مصر حياة شريان الحياة في سيناء خلت تنمية جات لأبناء سيناء وابناء شرق البحيرات اللهم يصال على النبي المدارس المستشفيات حاجة أبارك الخلاج لأ دي شغل الحمد لله مع سيادة الرئيس وأحنا بندعمه كأبناء شرق البحيرات في الحقيقة ما كناش نحلم بالمشروعات اللي شفناها في سيناء في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي أولها مشروع قناة السويس الجديد المشروع اللي يمكن حقق إرادات في يوم افتتاحه على بعد أمطار قليلة منه مدينة الإسماعيلية الجديدة فيها 57 ألف وحدة سكنية هتوسلم إن شاء الله كل المصريين منتظرين وأبناء الإسماعيلية منتظرين إن شاء الله التسليم فيها قريبا عندنا مشروع الأنفاء اللي بيعبر من غرب إلى شرق قناة السويس في سيناء كل ده عمل حركة عمرانية ضخمة جدا في سيناء في الحقيقة مئات الألاف من البشر يوميا بيروحوا ييجوا سيناء الزراعات المختلفة في سيناء النهاردة عندنا المنجة عندنا القطنة عندنا الأمح في سيناء حاجات في الحقيقة لولا الدعم الكبير اللي شفناه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ما كناس شفنا هذه المشروعات الرائعة في قلب رمال سيناء حياة كريمة حلوة والرئيس شكرا ليس عمل لنا كل حياة والمدرسة كان مش نافعة بس هو زباطها لنا كل حياة حتى الماء وصرف الصحي زباطها لنا وشكرا للرئيس طبعا بنتكلم على أهل سيناء وبنشكرهم جدا على أنهم يعني واقفوا جنب الجيش والشرطة وفي إخراج الإرهاب من سيناء ومساعدتهم ومساندتهم وكل ده دعم للبلد بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتح يا مصر